وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم أخرجه مسلم إن أشر الناس إن أشر الناس طبعا يقول علماء اللغة أن أشر وأخير هذه يقولون بأنها لا يجوزونها لكن يقول هكذا جاءت مدام جاءت في الأحاديث والصواب على ما جاء في الأحاديث إن أشر يعني أكثر الناس شرا وعيادوا بالله وأكثرهم قبحا عند الله منزلة يوم القيام الرجل يفضي الإفضاء هو المخالط وأيضا هو أحد ألفاظ الجماع أحد ألفاظ الجماع يفضي مثل تغشى مسها أفضى إليها نعم وهكذا هذا أحد ألفاظ الجماع وتفضي إليه ثم ينشر سرها هذا ما يتعلق بالحديث هذا فيه أدب عظيم أدب عظيم وهو ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين علاقة الفراش علاقة الفراش فإنه يحرم على الزوج أن يخبر الآخرين عما يحصل بينه بين زوجته سواء على سبيل التمدح أو على سبيل الذن فإن هذا كله مما هو محرم لأن هذا أمانة ما بين الزوجين أمانة يقول جل وعلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولذلك الإنسان حمل الأمان ومن جملة الأمانات هذه نص على هذا كثير من أهل العلم لما ذكروا الوضوء ذكر غسل الجناب قال الأسرار التي بين الزوجين هذه من جملة الأمانات ويحرم أيضا عن المرأة التي تفضي إلى زوجها ثم تخبر بما يحصل بينها وبين زوجه ولذلك للأسف يوجد أناس ذهبت أخلاقهم للأسف الشديد وقلت مرؤتهم إن لم تكن انعدمت ومات الحياء في نفوسه فيذهب يخبر والله عما يحصل بينه وبين زوجته من العلاقة الحميمية وحلاقة الفراش وهذا شيء قبيح والعيان بالله أو المرأة أيضا تخبر من باب التشبع بما لم تعطى أمام النساء وتتفاخر مع صديقاتها ترجمة نانسي قنقر